النهاردة أمر النائب العام المستشار حمادة الصوي بالتحقيق في وقعة وفاة الزميل العزيز الكبير أستاذ وائل إبراشي الحقيقة حتى الآن والله يعني الواحد بتطلع الكلمة صعبة ولكن يعني ولكن سبحان الله يعني يعني الأستاذ وائل يعني حتى الآن الواحد بحاسس أنه لا يعني موجود يعني أنه فكرة الوفاة وتطور اللي حصل حتى الوفاة وفكرة أنه كان ناس كان كلها أمل وهو كمان كان الحالة تحسنت لدرجة حتى يعني زي ما بعض الزملاء المقاربين منه كتبوا أنه حتى يوم الوفاة كان على تواصل مع سيدة صحر زوجته وكان كلمها وكان بتفرج على ماتش الكاميرون كلام ده يوم الوفاة يعني كتب من مصادر قريبة من الأستاذ وائل رحمة الله عليه ولكن تظاهر الحصل في الساعات الأخيرة قبل الوفاة وده كان الحقيقة غريب جدا وطبعا هركم عارفين زوجته كانت اتهمت وتقدمت بعريضة للنيابة العامة اتهمت في أحد الأطباء بتسبب في وفاته طبعا الأمر عرد على النيابة العامة وطبعا سيد نابة العام أمر بالتحقيق العاجل في هذه الواقعة ونتمنى ان شاء الله يعني تظهر الحقيقة ونشوف هذا الأمر لأن إن كان فيه خطأ سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر أعتقد فيه لازم يكون فيه وقفة قانونية لحماية الناس من العبث بأرواحهم أو تهديد حياتهم في أمور من هذا القبيل